قم بتبسيط 2A تربيع على 3B للقوة 5 الكل مرفوع للقوة 4 إذن يمكننا أن نستخدم هنا خاصية مضمونها أنه إذا كان لدينا X على Y للقوة N فهذا يعادل X للقوة N على Y للقوة N ويمكن أن نرى هذا من خلال مثال سريع إذا كان لدينا X على Y الكل مرفوع للقوة 3 كم سيساوي هذا؟ هذا يساوي X على Y ضرب X على Y ضرب X على Y أو يساوي X ضرب X ضرب X على Y ضرب Y ضرب Y وهذا يعادل أيضا X للقوة 3 على Y للقوة 3 أتمنى أن الأمور اتضحت الآن من خلال ما شرحناه هو أنكم الآن جاهزون لاستخدام القاصية دعونا نطبقها الآن على المسألة إذن لدينا إذن لدينا دعوني اكتبها بهذه الطريقة سيعادل اثنان اي تربيع الكل مرفوع للقوة اربعة ساكتب القوة اربعة باللون الازرق للقوة اربعة كل هذا مقسوما على ثلاثة بي للقوة خمسة مقسوما على ثلاثة بي للقوة خمسة كل مرفوع القوة اربعة والان يمكن ان الخاصية حيث اذا استخرجنا الناتج ورفعناه لقوة معينة فهذا يعادل رفع كل عدد لهذه القوة على حدة ومن ثم نستخرج الناتج اذا هذا يساوي دعوني اكتب الخاصية اذا كان لدينا X ضرب Y الكل مرفوع للقوة N فهذا يساوي X للقوة N ضرب Y للقوة N ولدينا نفس الاثبات الذي قمنا به هنا حتى نعلل سبب نجاح هذا لذا دعونا نقوم بالمطلوب اثنان A تربيع الكل مرفوع القوة أربعة اثنان للقوة أربعة ساقوم بتلوينها اثنان للقوة أربعة ضرب A تربيع الكل مرفوع للقوة أربعة وكل هذا مقسوما على ثلاثة B للقوة خمسة لكل مرفوع القوة أربعة هذا يساوي ثلاثة للقوة أربعة ضرب B للقوة خمسة الكل مرفوع للقوة أربعة الآن الشيء الأخير المثير للاهتمام يمكننا تقييم الناتج وهو اثنان للقوة أربعة اثنان للقوة أربعة اثنان تربيع يساوي أربعة اثنان للقوة ثلاثة يساوي ثمانية واثنان للقوة أربعة يساوي ستة عشر اذا الناتج هذا هو ستة عشر ثلاثة للقوة واحد يساوي ثلاثة ثلاثة للقوة اثنان يساوي تسعة ثلاثة للقوة ثلاثة يساوي سبع وعشرون وثلاثة للقوة أربعة يساوي واحد وثمانين إذن هذا يساوي 81 دعوني أكتبه باللون الأخضر 81 ولتبسيط هذه العبارات علينا أن نتذكر ما يسمى بخصية القوة أو قاعدة القوة هذا المصطلح إذا كان لدينا X للقوة N وقمنا برفع المقدار للقوة M فهذا يعادل X للقوة N ضرب M فإذا أردنا تبسيطها سيكون لدينا في البسط 16 أي ناتج 2 للقوة 4 وA تربيع الكل مرفوع للقوة 4 سيكون الناتج A للقوة 2 ضرب 4 أي A للقوة 8 حيث قمنا بضرب 4 ضرب 2 إذن 2 ضرب 4 يساوي 8 وثم في المقام لدينا 81 ثم B للقوة 5 الكل مرفوع للقوة 4 وهذا يساوي B للقوة 5 ضرب 4 أي B للقوة 20 حصلنا إذن على 20 من خلال ضرب 5 ضرب 4 وانتهينا الآن حيث حصلنا على الناتج في أبسط صورة ترجمة نانسي قنقر